بعث رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء الحكومة بمناسبة حلول الذكرى العاشرة لثورة الثلاثين من يونيو المجيدة وفي برقيته قال مدبولي أن ثورة الثلاثين من يونيو شهدت خروج الملايين من أبناء الشعب المصري العظيم منتفضين ضد قوى الشر والظلام الذين اختطفوا الوطن وأرادوا أن يغيروا هويته فملأ المصريون الشوارع والميادين وصنع الشعب المصري واحدة من أعظم الثورات في التاريخ والتي استعاد بها وطنة وأنقضه من الفوضى والانهيار كما عاهد مدبولي في برقيته للرئيس عبد الفتاح السيسي على مواصلة الحكومة ببدل المزيد من الجهد والعطاء لدفع عجلة التنمية في أنحاء البلاد